أهلا بكم التنميذ السنة الثانية بالكالوريا اليوم سنتطرق إلى تمرين آخر من تمرين القوانين الإحصائية وهو تمرين من تمرين امتحان الوطني لسنة 2020 خاص بمسلك العلوم الفيزيائية وهو امتحان دورة العادية سنبدأ بمعطيات التمرين تعرضت دبابة الخل ذات المظهر خارجي متوحش بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء للعديد من الطفرات المرتبطة بلون الجسم ولون العيون الطفرة السوداء تترجم بجسم أسود والطفرة أحمر زاهي كانيباغ والطفرة أحمر مصفر كاردينال تترجم بلون عيون يختلف عن لون عيون الذباب المتحش يتبين من خلال المعطاة أننا سنبدروس انتقال صفتين وهما لون الجسم والصفة الثانية وهي لون العيون لتحديد كيفية انتقال هذه الصفات الوراثية غير المرتبطة بالجنس إذن هذا معطى آخر كذلك سنحتاجه لاحقا نقترح دراسة متائج الدراسات أو الدراستين الأتياتين أولا لدينا أنجزة تزاوجات بين مجموعتين من ذباب خل من سلالة نقية المجموعة الأولى تتكون أو المجموعة أ تتكون من ذبابة خل متوحجة حينما أقول متوحجة أنها لها الصفة الأصلية التي كانت متواجدة في الأصل بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء والمجموعة الثانية تتكون من ذبابة خل طافرة مظهر هو الخارجي ظهر نتيجة حدوث طافرة بجسم أسود وعيون حمراء زاهية ونجزت هذه التزاوجات إذن التزاوج الأول بين سلالتين أو بي أعطنا التزاوج الأول جيلاً F1 يتكون من ذبابة خل كلها بمظهر خارجي متوحج أي جسم رمادي مخطط وعيون حمراء وهي مظاهر الفرض المتوحج بينما التزاوج الثاني تم بين فرضين أو ذبابة خل F من FI أي أنه فرض نهجي وفرض ثنائي التنحي وهو الفرض B سنعود لاحقاً إلى تحديد هذا التزاوج ونمطه بالنسبة للنتائج حصلنا على أربع مظاهر خارجية مظهرين بنسبة كبيرة ذبابة خل متوحجة ذبابة خل بجسم أسود وعيون حمراء ومظهرين بنسبة صغيرة ذبابة خل بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء وذبابة خل بجسم أسود وعيون حمراء التزاوج الثاني أو الدراسة الثانية أنجزت تزاوجات بين مجموعتين من ذبابة خل من سولة نقية دائماً إذن بالنسبة للمجموعة دبابة الخل متوحجة بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء والمجموعة دي دبابة خل طافرة بجسم أسود وعيون حمراء مصفرة بالنسبة للتزاوج الأول بين السولة الثانية والدي يعطي جيلاً F1 يتكون كلهم من ذبابة خل بمظهر خارجي متوحش جسم رمادي مخطط وعيون حمراء في حين أن التزاوج الثاني بين فرضين من F1 يعني فرضين هاجين مع ذبابة خل من المجموعة دي أي أن من سولة نقية وبتالي استوفر على المظاهر المتنحية وهي فرض ثنائي تنحي يعطينا جيلاً يتكون من أفراد بأربع مظاهر خارجية وهذه المظاهر من نسبين متساوية إذن هنا 25% من ذبابة الخل بمظهر متوحش 25% من ذبابة الخل بجسم أسود وعيون حمراء مصفرة 25% من ذبابة الخل بجسم رمادي وعيون حمراء ثم مصفرة ثم 25% من ذبابة الخل بجسم أسود وعيون حمراء سنمر إلى الأسئلة ومباشرة سنبدأ بالسؤال الأول لدينا باستثمارك لنتائج تزاوجين الأول والثاني حدد كيفية انتقال الصفتين المدروسة أولا سنحدد أو سنقوم بتحليل تزاوجين ماذا أن السؤال يطلب مننا استثمار نتائج التزاوجات ثم سنحدد كيفية انتقال الصفتين ولدينا سابقا إشارة إلى أن المورثتين غير محمولتين على سبريات جنسية هذا هو المورثة الأول ثم سنعود إلى نتائج التزاوج الأول لدينا ذبابة خل من المجموعة A مع ذبابة خل من المجموعة B في الجيل F1 نلاحظ أن الجيل F1 كله يتكون من أفراد بمظهر متوحش أي بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء قلنا أن هذا التزاوج الأول هو تزاوج يتعلق الأمر بتزاوج هجون ثنائية لماذا؟ لأن الأبوان يختلفان بصفتين أولا لدينا صفة لون العيون ولدينا صفة لون الجسم ثاني شيء هو أن الجيل F1 كله يتكون من أفراد بمظهر واحد أي أن الجيل F1 هو جيل متجانس الأمر الثالث هو أن الأفراد الذين ظهروا في الجيل F1 يتميزون أو يتوفرون على مظهر أو جسم رمادي مخطط وعيون حمراء أي أنها هي المظاهر السائدة لذلك سنقول أن الحليل مسؤول عن اللون أو الجسم الرمادي سيكون سائد والحليل مسؤول عن عيون الحمراء كذلك سائد مقارنة مع الحليل مسؤول عن العيون الحمراء الزاهية وهو الحليل المسؤول عن الجسم الأسود وهي الحليلات المتنحية بالنسبة للتزاوج الأول فتحليله سهل جدا بالنسبة للتزاوج الثاني دائما حالات المتحانات الوطنية التي ستصدفونها تقريبا تتميز بنفس الوضعية من التمرين هنا لدينا ذبابة خل من F1 أي أنها فرض هاجين والفرض الثاني أو ذبابة الخل الثانية هي ذبابة خل من المجموع عبي أفراد المجموع عبي هم أفراد يتوفرون على المظاهر الطافرة التي لم تظهر في الجيل F1 وابتلفهم أفراد ثنائي التنحي وكما نعلم سابقا على أن الفرض الثنائي التنحي ينتج فرضا واحدا أو ينتج نمطا واحدا من الأمشج هذا النمط من التزاوج قلنا هو تزاوج راجع هذا التزاوج الراجع دائما الهدف منه هو التأكد مما إذا كانت المورثتين المدروستين مستقلتين أو مرتبطتين كيف نتعرف على ذلك؟ انطلاقا من نتائج الجيل الثاني هنا في هذه الحالة أعطانا مظهرين أبويين بنسبين مرتفعة المظهر الأول الأبوي الأول هو ذبابة خل المتوحجة وهي أفراد الجيل F1 و46% من الذبابات بجسم أسود وعيون حمراء وهي ذبابات المجموعة بذات المظهر المتنحدة مظهرين أبويين بنسبين كبيرة ومظهرين جديدين التركيب بنسبين قليلة هذا معناه أن الفرض الهاجين قد تمكن من إنتاج أربع أنواع من الأمشج لكن بنسبين مختلفة هنا هذا الاختلاف راجع إلى أن هذه النسب الضعيفة نتجت نتيجة حدوث ظاهرة العبر وانتحدث عن تخليطين بي سبغي لذلك نقول أن المورثتين في هذه الحالة مرتبطتان ومظاهر جديدة التركيب نتجة عن حدوث ظاهرة العبر إذن بالنسبة لتحليل التزاوج الثاني فهو تزاوج النراجع أعطى جيل F1 أو F2 يتكون من أربع مظاهر خارجية مظهرين أبويين بنسبين كبيرة ومظاهر جديد التركيب بنسبين ضعيفة ومن هنا نستنتج أن المورثتين مضروستين مورثتين مرتبطتين أقول إذن بالنسبة للتزاوج الأول لدينا الأمر يتعلق به جنو ثنائية للدراسة انتقال صفتين وداتيتين الجيل أول متجانس أي أن القانون الأولي مندل قد تحقق بالنسبة جميع أفراد الجيل الأول لهم مظهر أبوي متوحش معناه أن الحليل المسؤول عن الجسم الرمادي المخطط سائد والحليل المسؤول كذلك عن العيون الحمراء سائد مقارنة بالحليلين المتنحيين وهما الحليل المسؤول عن الجسم الأسود والحليل المسؤول عن العيون الحمراء الزاهية بنفس الطريقة تزاوج الثاني فهو تزاوج راجع أعطى خلف يتكون من 92% مظاهر أبوية وهو 8% مظاهر جديد التركيب قلناه هذا الأمر يبين على أن المورثتين المضروستين هما مورثتين مستقيلات أو أقول هما مورثتين مرتبطتين بالنسبة للتزاوج الثاني أو بالنسبة للستيلات التزاوجات الثانية التزاوج الثالث والرابع بنفس الطريقة ندينا ذبابة خل من المجمع السي ذبابة خل متوحشة بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء وذبابة خل طافرة بجسم أسود وعيون حمراء مصفرة الجسد الجيل F1 كله يتكون من ذبابة خل بمظهر خارجي متوحش الجيل الأول المتجانس تحقق القانون الأول لمندل ثم لدينا الحليلات المتوحشة سائدة مقارنة بالحليلات الطافرة دائما بنفس الطريقة بينما بالنسبة للتزاوج الرابع هو دائما تزاوج بين ذبابة خل من فرد هاجيين وفرد ثنائي التنحي الدي يتوفر أفراد مجموعة الدي هم أفراد من سلالة نقية وهم أفراد التي يوفرون على المظاهر المتنحية لذلك فهذا الفرد هو فرد ثنائي التنحي إذن هذا التزاوج هو تزاوج راجع من خلال نتائج هذا التزاوج نلاحظ أن المظاهر الخارجية المحصلة عليه هي أربع مظاهر خارجية وبنسب متساوية بخلاف التزاوج الراجع السابق هنا قلنا عند الحصول على أربع مظاهر خارجية بنسب متساوية معناه أن الفرد قد أنتج أربع أنواط من الأمشاج بنسب متساوية لا يمكن لهذا الفرد أن ينتج أربع أماط من الأمشاج بنسب متساوية إلا إذا كانت المورثتان مستقلتان أي أن المورثتان محمولتان على سبغين مختلفين ثالثين بالنسبة للتزاوج الرابع هو تزاوج الراجع أعطى خلافية التكوان من أربع مظاهر خارجية بنسب متساوية مورثتين إذن مستقلتين هناك خلاف أو هناك إشارة بسيطة في معطيات التمرين دائما هنا ندرس في التزاوجات أو من جمع التزاوجات الأولى درسنا صفات لون الجسم ولون العيون وفي نفس الوقت في التزاوجات الثانية درسنا صفات لون الجسم وكذلك لون العيون وهناك أمر غير عادي نحن نعرف أن المورثات تحتلوا مواقع ثابتة ومحددة على مستوى السبغيات لا يمكن أن نجد مورثة معينة أقول في هذه الحالة موجودة على مستوى السبغي ويمكن أن أقول غدا أنها قد غيرت موقعها إذن مواقع المورثات ثابت لكن ألاحظ من خلال هذه التزاوجات أنني وجدت أنه في الحالة الأولى المورثات المورثة المسؤولة عن لون الجسم والمورثة المسؤولة عن لون العيون هما مورثتان مرتبطة في التزاوج الثاني كذلك رأينا أن الحليل أو المورثتين المسؤولة عن المورثة المسؤولة عن لون الجسم والمورثة المسؤولة عن لون العيون هما مورثتين مستقلتين إذن هناك مشكل في هذا المعطى لدينا بالنسبة للسؤال الثاني بين أن نتائج هذه التزاوجات أو السؤال الثالث بين أن نتائج هذه التزاوجات تثبت وجود مورثتين مختلفتين تتحكمان في لون العيون عند ربابة الخل إذن هنا قد تبين حل إشكال أن مورثة لون العيون التي درسناها في هذه الأمثلة هي مورثة تختلف عن مورثة لون العيون التي درسناها في هذه الحالة معناه في هذا المثال المورثة المسؤولة عن لون العيون محمولة على نفس السبغي الذي يحمل المورثة المسؤولة عن لون الجسم وهنا هناك مورثة أخرى تزاد على زوجين سبغيين آخر بدورها تتحكم في صفة لون العيون لذلك سنقول أنه في الحالة الأولى المورثة المسؤولة عن صفة لون العيون أو الطفرة أحمر مصفر والمورثة المتحكينة في لون الجسم غير مرتبطة بالنسبة لهذا المثال أي محمولتين على سبغيين مختلفين بالنسبة للحالة الأخرى المورثة المسؤولة عن لون العيون أحمر زاهي والمورثة المتحكينة في لون الجسم مرتبطتين أي أنهما محمولتين على نفس السبغي هذا الأمر يؤكد على وجود مورثتين مختلفتين تتحكمان في لون العيون ننتقل الآن إلى التفسير السبغي وسنبدأ بالتفسير السبغي للتزاوج الأول والذي قلنا أن المورثتين أو التزاوج الثاني والذي قلنا من خلاله أنه التزاوج رجع بيّن على أن المورثتين المدروستين هما مورثتين مرتبطتين معضه حدوث ظاهرة العفور سنبدأ بالأب لدينا التزاوج الثاني لدينا الأب بي وهو فرض بمظاهر طافرة وفرض هاجين بمظهر سائد لكنه فرض مختلف الاقتران لدينا بالنسبة للرومو سنستعمل الرامج جيك كبير وجيك صغير بالنسبة للتعبير على الجسم والحليلان ر كبيرة وارتغيرا للتعبير على لون العيون بالنسبة للأبوين لدينا الفرض ثناء التنحي والفرض الهاجين الفرض ثناء التنحي يتوفر على المظهرين المتنحيين بالنسبة للتعبير على لون جسم أسود وعيون زاهية إذن سنمثل هنا المظاهر أو الحليلات المتنحية ندينا بالنسبة للفرض هو يتوفر على المظهرين المتنحيين والفرض الهاجين يتوفر على المظهرين السائدين لكنه فرض مختلف الاقتران معناه أنه يتوفره في آن واحد على الحليل المسؤول عن المظهر السائد والحليل المسؤول عن المظهر المتنحي دائما بالنسبة للفرض الذي نأخذه من الجيل الف واحد يكون فرضا هاجينا لأنه نتيج عن التزوج بين فرضين مختلفين في الغالب يكون فرضا هاجينا لذلك يكون مختلف الاقتران بينما المظهر الفرض الذي يتوفر على المظاهر المتنحية في الغالب يتوفر على حليلات متنحية فقط لأنه بوجود الحليلات السائدة لا يمكن للحليلات المتنحية أن تظهر مدام أن المظهر المتنحي يظهر معناه أن الفرض يتوفر على حليلين متنحيين دائما الفرض مختلف الاقتران سينتج نمطا واحدا من الأمشاش الفرض تنائي تنحي ينتج نمطا واحدا من الأمشاش والفرض الهاجين ينتج أربع أنواع من الأمشاش هناك إشارة فإن المورثة مرتبطة لذلك لا يمكن لنسب الأمشاش أن تكون متساوية لذلك نأخذ نسب المظاهر الخارجية المحصل عليها في الجيل F2 وهي في نفس الوقت هي نسب الأمشاش التي ينتجها هذا الفرض في الحالات العادية بدون حدود ظاهرة العبور معظم الأمشاش المنتجة هي GR كبيرتين وGR صغيرة لذلك نجد أن معظم الأمشاش أو النسبة المرتفعة من الأمشاش تتوفر على GR GR أو GR بالنسبة في حالة حدود ظاهرة العبور تنتج أو ينتج نمطين جديدين من الأمشاش وهي بنسب ضعيفة حينما سنقوم بتحديد احتمالات الإخصاب فالفرض الهاجين ينتج أربع أنواع من الأمشاش والفرض ثناء التنحي ينتج نمطا واحدا من الأمشاش وبالتالي فاحتمالات الإخصاب هي أربع احتمالات والنسب المؤاوية هي نفس النسب المؤاوية المحصل عليها في التزاوج الثاني هنا سنقول أن النتائج النظرية هنا ستكون مطابقة للنتائج التجريبية نمر إلى التفسير السبغي للتزاوج الرابع تزاوج الرابع قلنا أن المورثتين المدروستين هما مورثتان مستقلة سنبدأ بالأباء لدينا الفرض D وهو فرض ثناء التنحي والفرض F1 وهو فرض هاجين الفرض D يتوفر على مظاهر متنحية والفرض الهاجين يتوفر على مظاهر سائدة لكن فيما يخص النمط الوراتي فإن الفرض الهاجين هو فرض مختلف مختلف الاقتران يتوفر على حليلي المورثتين الحليل السائد والحليل المتنحي كذلك الفرض ثناء التنحي يتوفر على الحليلات المسؤولة عن الصيفاتين لكنه يتوفر فقط على الحليلات المتنحية لذلك بالنسبة للأمشاج فالفرض الهاجين سينتج أربع أنواع من الأمشاج هنا نشير إلى تحقق القانون الثالث لمندل بالنسبة لفتراق زوجي الحليلين جي جي وزوجي الحليلين دي دي يتم بطريقة مستقلة لأن المورثتين مستقلتين نقول يمكن لأحد زوجي الزوج الحليلي الأول أن يجتمع بدون التمييت مع أحد زوجي الزوج الحليلي الثاني أي بنسبة 25% 25% نحصل على أربع أنواع من الأمشاج بنسبة متساوية الفرض لناء التنحي ينتجون مطن واحدا من الأمشاج بنسبة 100% لذلك فالمظاهر الخارجية المحتلة عليها في الجيل F2 هي أربع مظاهر خارجية بنسبة متساوية 25% بالنسبة لكل مظهر ومنه يمكن كذلك قلنا أن نستنزج أن القانون الثالث لمندل هنا قد تحقق والنتائج النظرية تكون مطابقة للنتائج التجريبية بالنسبة للسؤال الأخير سنبين من خلاله كيف ظهرت المظاهر الخارجية جديدة التركيب المقصود بها هنا هي المظاهر المظهرين الذين لم يكن لدى أبوان ولذان ظهر نتيجة حدوث ظاهرة تخليط البي سبغي أو الافتراق المستقل لسبغيات المتماثلة معنى أن السبغي الحامل للحالي للجي والحالي للحالي للبوتي جي سيفتريقا كذلك دي والدي سيفتريقا لكن يمكن للجي أن يجتمع مع ويمكن للبوتي جي أن يجتمع مع بوتي دي بالتالي فالظاهرة المسؤولة عن ظهور مظاهر جديدة التركيب هي ظاهرة التخليط البي سبغي يمكن أن نمثلها بأي رسمين مقبول يمكن أن يكون منطقيا ويعبر عن كيفية حدوث افتراق مستقل لسبغيات المتماثلة هنا اخترت الخلية الأملي الأمشاش بنسبة لفرضين مختلف الاقتران جي بوتي جي بوتي دي هذين السبغيين سيفتريقا والسبغيين الأخرى كذلك سيفتريقا بذلك يمكن للجي أن يجتمع مع غون دي ويمكن للبوتي جي أن يجتمع مع بوتي دي أو مع بوتي أو مع غون دي بنفس الطريقة لذلك نقول أنه يمكن لأحد زوجي الزوج السبغي الأول أن يجتمع بدون يتميز مع أحد زوجي الزوج الحاليلي أو زوج السبغي الثاني هنا لدينا احتمالين الاحتمال الأول هو أن جي سيجتمع مع بوتي دي وبوتي جي سيجتمع مع بوتي دي بالنسبة للإحتمال الثاني هو أن جرون جي سيجتمع مع جرون دي و بوتي جي سيجتمع مع بوتي دي في هذه الحالة سنحصل على مشيجين بنماطين جرون جي بوتي دي بوتي جي بوتي دي وفي الحالة الثانية كذلك سنحصل على نماطين المشموع الأنماط الممكن الأمشج هنا هي أربع النماط وبالتالي فالأنماط جديدة التركيب هي التي ستؤدي إلى ظهور مظاهر جديدة التركيب ودائما هنا نتيجة افتراق مستقل للحليلات